وما ده لو الشخصة الاعتبارية غير هادفة للربح جمعية ما غير هادفة للربح تقدم نشاطا ثقافيا مثلا وفنيا وما إلى ذلك تستأجر مكان في العمرات الحالوة بتاعت زمان عمرات الحالوة بتاعت زمان دي أدخن شقة بخمسين جنيه يعني يوم ما يبقى بيجري فيها الخيل ما يجيبش آخرها النهار ده وهي جمعية غير هادفة للربح لو أنا دخلت في المفاوضة مع المالك والمالك هيجي يقول لي المكان ده لو أنا أجرته تاني يوم الصبح لبنك والشركة استثمارية هاخد مئة ألف جنيه كل شهر على صباحية كل شهر فأنا هوصل في المفاوضة للإي للولاي الشيء بعد الخمس سنين خلينا أقول لحضرتك حاجة لأن المشكلة دي موجودة وبتعاني منها المقارات الأحزاب السياسية الجديدة اللي بيأجرهم إجار جديد وهم جهات غير هادفة للربح ومش قادرين يدفعوا الإجار أو يعملوا مقارات دي مشكلة بس خلينا نوسع الداير لما بنقول أننا الفلسفة الخاصة علشان نتكلم في تشريع وفي حلول لازم ننظر إلى الفلسفة الفلسفة اللي صدرت من الحكومة واللي أعلن عليها رئيس الوزراء هي زيادة ومهلة وصندوق دعم صندوق دعم رئيس الوزراء يتكلم في زيادة ومهلة تنتهي بها العلاقة ثم صندوق دعم لما هذه المعايير أنا بتبعها كراسد لهذا الكطاع في الدولة أنا بحط قيود القيود اللي الدولة بتقيد بيها أن الدولة ما نميتش حد في الشارع عندنا نمازج متعلقة بالعشوائيات وإسكان العشوائيات التطوير حوالينا مسلس مسبيره اللي بيتم تطويره ما فيش حد يترمي في الشارع فبالتأكيد فكرة خلق البديل اللي بالتوازي مع إيجاد حلول ده شيء أيضا تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء إذن نحن أمام فلسفة عندي فلسفة ما فيش حد يترمي في الشارع طب هيكون عندي مشكلة تانية مشكلة متعلقة بيه؟ تراث جهات تراثية نعم إقسام شرطة مدارس مثلا بلاقي عندي مثلا في قلب المدارس أنا المشكلة عندي ما بقيتش في أنك تبني مدرسة ما بقاش فيه أماكن في المدن الكبيرة ما بقاش فيه صعب جدا أنك تنقل اسم شرطة ما فيش مكان ليه في مكانه مش معقولة اسم شرطة السيدة زينة يكون في الإدارية الجديدة ده بقى بننتقل إلى أحكام القانون العام أحكام القانون العام إيه المتعلقة؟ إذا كان هناك شيء متعلق بالنفع العام اللي الدولة ما تقدرش تستغنى عنه وبيطبق عليه اللي بيطبق على الطرق أن يكون هناك تحويل للنفع هذه العلاقة من علاقة إيجار إلى علاقة أن يتم نقل ملكيتها إلى الدولة مقابل سمن بسعر اليوم بسعر الحالي وبيحصل الملك على إيجار وبنشوفها في المحاور المرورية لما بيكون هناك طريق لما بنشوف هناك شوفناها أخيرا في العمارات المتعلقة بالحيي السادس في مدينة ناصر لما الدولة عملت لهم خيار صحيح اجدتهم الحد الأدنى في السعر أعلى من سعر السوق حصل وقالت لور يا إما تاخد ثمن الشقة يا إما تتنقل في شقة من الإسكان يا إما تاخد ثمن الشقة وتاخد شقة بسعرها أغلى فهي ده متعلقة بالأمور المتعلقة بالنفع العام لكن الأمور المتعلقة بالنفع الخاص أنا مقدرش أقول للمالك للمستأجر إن تلك حصة أو لك نسبة من العقار ليه بقى حضرتك لأن أنا أعتبر أن أنا مواطن أنا مش ملك gio مستأجر لو المستأجر ده بيتملك واحدة مملوكة للدولة أو مملوكة للأوقاف أنا كمواطن رافض أن يخد فيها نسبة لأن هذا الأوقاف ده ملك ربنا مش من حق وزارة الأوقاف أني يتيب نسبة وأنا رافض أن الدولة تدي نسبة من ملكي أنا بصفتي مساهم في المال العام ليه حق في المال العام كمواطن لو الدولة مؤجرة لمستأجر ما عمارة ما أو شركة ما أنا رافض أن المستأجر عشان ننهي العلاقة هي ياخد جزء طبعا ده شيء ولكن يمكن أن يحصل على حوافز ولكن يمكن أن يحصل على أن يواجه بقيود قيود إزاي يا سيد يوسف الدولة لما قررت قواعد العلاقة الخاصة على الإيجار القديم لغير غرض السكن ما كانتش بتدي ميزة للمستأجر اللي بيشتغل في التجارة ده كانت فرض عليه التسعير الجبرية زي ما أنا قلتلك تسعير الجبرية ليه في الأجرة أنت كمان هتبيع بالتسعير الجبرية حررت لك وأنت بيبيع بسعر السوق أدفع وجروتك بسعر السوق يبقى أنا محتاج أن أنا أفرض قيود عليه يقول له لو استمرت بالإيجار القديم بالتسعير الجبرية تتفضل التموين يفرض عليه تسعير الجبرية بنسبة ربحه محددة ما هو مش هياخد المستأجر